مجلس النواب سبيانا عبر فيه عن تأييده الثابت والراسخ للمملكة العربية السعودية الشقيقة معبرا المجلس عن رفضه التام لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ثم ناقش المجلس المرسوم بقانون رقم 32 سنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلام والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة وقرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون وإحالته إلى مجلس الشورى كما وافق المجلس على مشروع اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022 المرافق للمرسوم رقم 70 لسنة 2020 وإحالته إلى مجلس الشورى المؤقر جلسة مجلس النواب اليوم جلسة مميزة نظرنا لاحتواها على الميزانية العامة طبعا ميزانية الدولة للعامين المغبلين 2021 و2022 والتي من خداها طبعا ستفصل بنون الميزانية في ظل طبعا جائحة كورونا كلنا نعلم أنه ليس بالأمكان أفضل مكان والله الحمد الميزانية حافظت على جميع مكسبة المواطنين الميزانية حافظت على بند الحماية الاجتماعية الميزانية حافظت وحاولنا طبعا مع أخواننا مشكورين في اللجنة المالية الحفاظ على كل مكتسبات المواطنين بما في الحماية الاجتماعية